السلام عليكم ورحمة الله اهلا وسهلا بكم بقناتي قناة طبخ من بغداد هلو كل الهلة بكم اليوم رح نسوي اطيب واسهل ضيافة تقدموها بالعيد الا وهي الشكرلمة العراقية حنسويها بمقادر مضبوطة رح تطلعوا اياكم رهيبة والذوب ذوبان اتمنى تجربون الطريقة ويا رب تعجبكم قبل ما نبدي اذا كانت هذه اول مرة شوفون بها قناتي اتمنى تشتركوا بها وتنورونا اذا حبيتوا الفيديو لا تنسون تخلونا لايك من ايدكم الحلوة وهسه هنقول بسم الله ونبدي رح نبدي اول شي ويا المقادر اللي احتاجها لتحضير الشكرلمة عندي هنا ثلاث اكواب من الطحين الابيض رح اضيف عليها كوب ونص من السكر المطحون سكر باودر لازم يكون به الشكل هذا رح اضيف كوب ونص ورح اضيف ضرف واحد من الفانيلا ورح نحتاج ايضا الى كوب ونص من الدهن او السمن استخدمت السمن النباتي الكوب اللي قست بي الطحين نفسها قست بي السكر والدهن يعني استخدمت كوب واحد لقياس كل المكونات هاي هي المقادر اللي احتاجها رح نبدي هسة نحضر الشكرلمة رح نجيب ويعاء او كاسة شبيرة ونخلي بيها الدهن والدهن اللي تذوبوه ضيفوه بها شكل هذا واضفت عليها السكر المطحون او السكر الباودر واضفت ايضا الفانيلا مثل ما شفتو رح نبدي هسة نعجن المكونات مع بعضها الى ان تتلابس اما تعجنوها بايدكم مثل ما انا دا اسوي او تقدرون تستخدمون خلاط الكيك بقيت اعجن المكونات الى انصارة ويانا به شكل هذا اشبه بالكريمة هسة رح نبدي انضيف الطحين شوية شوية ونعجن في حال حبيتوا تسوون الشكرلمة بالزبد فقط فهذا الخيار ممكن زبد ودهن ايضا ممكن او تسووها بالدهن فقط اذيش المرة احنا سويناها بالزبد هالمرة سويت لكم ياها بالدهن ان شاء الله تجربوها وتعجبكم مثل ما دا شوفون دا اضيف الطحين شوية شوية واعجن المكونات مع بعضها الى ان تتلابس عدنا العجينة لازم نوصل مرحلة انه من نعجن العجينة ونلمها به شكل هذا الطاسة اللي دا نعجن بيها او الكاسة او الوعاء يصير عدنا نظيف وكل العجينة تلم قطعة وحدة وتصير اشبه بالطين الاصطناعي معناها العجينة مالتنا صارت مضبوطة رح نجي نفحصها ناخذ كرة ونضغط على هذه الكرة اذا شفنا انه اثناء الضغط العجينة عدنا داير ما داير هاي الكرة ما تفطرت معناها مضبوطة وكل المقادير مالتكم صحيحة اذا شفتوا انه العجينة عدتكم تفطرت معناها الطحين مالتكم اكثر من نسبة الدهن فلازم تخلون دهن شوية وتعجنوها الى ان تتلابس وياكم لانه اثناء الشوي رح تتفطر وصير شكلها محلو بعدين رح نبدي هسه انشكل القطع نجيب قالب نخلي بورق زبدة ونبدي انشكل كرات صغيرة كرات كبيرة حسب انتو القياس اللي عاجبكم لكن بقوها بشكل كرة لان هي اثناء الشوي رح تتمدد وتاخذ عدنا شكل الشكر لمة الحلو شكلت هسه الكرات مثل ما داشوفون وطبعا لا تنسون تتركون مسافة بين القطع لان مثل ما قلت لكم رح تتمدد اثناء الشوي كملت اعداد اول قالب هسه رح نزينه بشوية من اللوز اول فستقل اخضر حسب رغبتكم رح نسوي هسه الشكلين مجرد نخلي قطعة اللوز بهشكل هذا ونضغط عليها ضغطة خفيفة القالب مالتنا هسه صار جاهز انه يدخل الى فرن محمي مسبقا بدرجة حرارة 160 رح نشوي من الاسفل فقط مدة الشوي ما تزيد عن 20 الى 25 دقيقة نشغل الشوايا السفلية فقط ما يحتاج نشويها من الاعلى واهم خطوة انه القالب تخلوه بالرف الوسطي اثناء الشوي ما تبقى من العجينة رح نسوي قطع صغيرة مثل ما قلت لكم القياس انتو تتحكمون بيه تحبون قطع الشكر لمكبار او صغار حسب رغبتكم فما تبقى من العجينة سويت قطع صغيرة ورح نزينها بشوية من الفستق الاخضر من باب التغيير وهذا شكل الشكر لمالتنا الحلوة بعد ان طلعت من الفرن طبعا ريحتها تفحفح ريحة البانيلا رهيبة تقدرون اكيد تسووها بالهيل المطحون بدل البانيلا اذا حبيتوا ايضا ممكن وطعم كلش طيب يطلعوا اياكم شوفوا السطح من الاسفل ما تلقطع شلون لونه حلو اشجر ضروري تلتزمون بدرجة حرارة الفرن وبمدة الشوي رح تحصلون على شكر لمة مضبوطة وطعم خرافي ومن تجون تاكلوها الذوب ذوبان اتمنى تجربون الطريقة ويا ربي تاكلوها ويا احبابكم بألف صحة وعافية الشكر لمة العراقية من الحلويات المشهورة جدا بالعراق واللي تقدم اكثر شي في فترة الاعياد بالاضافة طبعا الى الكليشة العراقية طريقة الكليشة نزلت لكم ياها بالقناة اللي بعدما شاف الفيديو رح اخليكم الرابط ماتف صندوق الوصف ضيافتنا للعيد صارت جاهزة سهمكم العافية اصدقائي اتمنى تجربون الوصفة واذا جربتوها لا تنسون ادزولي صور التطبيقات مالتكم عبر وسائل التواصل الخاصة بالقناة في نهاية الفيديو اتمنى لكم عيد سعيد وكل عام انتوا بالف خير وصحة وسلامة ان شاء الله ربي يتقبل مننا ومنكم خالص الاعمال وكل سنة وكل عام وانتوا طيبين وستوون احلى شكر لمة واحلى كليشة اشكر دائما متابعتكم وتواجدكم وبقناتي نلتقي الفيديو القادم ان شاء الله كونوا على الموعد ومع الف الف سلامة